الحوت الحوت متقلم الحوت عنده عنده حزن فيه حزن حزين وزي ما تقوله هو فيه عصفة داخل جوه عصفة بصد هو جواها دلوقتي السماء مغيمة تماما والدنيا لا الدنيا مش مش ظريفة عنه وفي حالة دفاع عن النفس او في حالة منافسة شديدة بيعافر لا متوتر الحوت متوتر وعنده مشاكل والموضوع بيوسع مش بيصغر الموضوع بيوسع الاطراف عملت زيد العقبات بتزيد دي اما عقبات كتيرة بتقابلك يعني كل ما تخرج من حاجة تخشك مشكلة تانية عقبات كتيرة عملت قبلك معكسات اما انه اطراف كتير دخلة في دخلة في المشكلة طيب نصحتي كانت ليكو يا جماعة نصحتي للموضوع ده اي اطراف ملهاش علاقة بالموضوع او مش طرف ارجوكو يعني طلعوهم طلعو هتلاقوا مشكلة قلت هتصغروا على طول طلعوا بس الناس الملهاش الازماتي لكن في تطور مادي الحمد لله اما تطور او استقرار مادي يعني حالة امان الحالة المادية الحمد لله فيها استقرار وفيها تطور ولا من معلتك كده حواليك وحاجة الحمد لله فيها في نعمة في نعمة حلوة الحمد لله الحوت والتضحية الحوت والتضحية الحوت مضحي جاء نفسه لسه بيجاء نفسه وقلنا الموضوع ده يا جماعة والله يتغير انا قريت فيه في الحركة بتاعت الكواكب عندنا خلاص موضوع التضحية اللي زيادة عن اللزوم ده الحوت هيبتدي يخرج من البوتقة دي نبتدي برضو نشوف نفسنا شوية ونهتم بنفسنا مش انانية والله لكن خلاص يعني اعمل اللي عليك وخلاص بلاش التضحية بالزيادة دي يعني تعبان يا حوت متبهدل ليه تبهدل نفسك ركز مع نفسك شوية او صابر على شيء برضو عشان قلبكه الطيب ده داخل على مرحلة جديدة متفائل زي ما تقوله مغامرة عندك روح مغامرة ليه لان فيه هدف ظاهر قدامك وانت رايح له بسرعة البرق روح له بسرعة جدا وبردو الحوت ما شاء الله لما بيركز تركيزه عنيف ان شاء الله هتوصل للهدف اللي انت رايح له ده يا حوت وكمان عندك طاقة انتصار يعني اللي بيحصل هنا حالة الدفاع عن النفس لا انا ما عملتش كده ده ده مش صح انت ده فيه ظلم بيحصل الخناقات والمشاكل دي ان شاء الله منتصر يا حوت انتصار وكمان طاقة ابداع والحوت معروفين ان هم بيبقوا اكتر في الحاجات اللي فيها فن وابداع كتابة رسم الحاجات اللي فيها فنون عندك طاقة ابداعية ان شاء الله هتساعدك توصل الهدف اللي انت بتجري علي ده بشكرك يا بوسي ان شاء الله يكون خير انا مش فكرك هتلقر يا ايه فيه عيله جديده الناس اللي مرتبطوش من الحوت فيه عيله جديده بزواج وزواج ان شاء الله بسعيد زواج لعمر باذن الله او انه الناس المرتبطين قره دي دي حالتهم دي صورتهم الحمد لله العيله متقاربة ومتمسكة والحمد لله الدنيا حالة الصحة حلوة ياحوت ما شاء الله دي صحة ده نجاح دي الحالة المعنوية عندك حالتك المعنوية حلوة الحمد لله او ان شاء الله هتكون تحسنت عن اللي حصل ده يعني حالة الحزن اللي انت فيها دي مش هطول وانت ياحوت فعلا مودك متقلب وحاسيسك بتتقلب بسرعة جدا فان شاء الله حالة الحزن اللي انت فيها دي او حالة الزعل دي حتروح بسرعة جدا جدا هيحل محلها شمس والشمس دي بتعبر عن الوضوح الدنيا واضحة الصورة واضحة الهدف واضح الهدف واضح ياحوت السكة مفتوحة جو الصحة الحمد لله كويسة في مرح في امان الصور ده بيوحيني بالامان عندك امان وحالتك النفسية الحمد لله كويسة ولخص القراءة بسرعة في حالة حزن دلوقتي ياحوت ممكن تكون زعلان او ان شاء الله تكون عدة خلاص حالة هم هم يعني هم جديد الهمة ده اعتقد ناتج عن حالة دفاع عن النفس في مشكلة ما انت بتحول تدفع عن نفسك فيها دخل فيها اطراف كتير اعملولك زحمة كتير قوي قوي ملهاش اي داعي ارجوك طلع الناس دي ملهاش اي لازمة طلعهم في حالة تطور مادي ان شاء الله حالتك المادية بتتطور وحالة استقرار وويسة جدا عائلتك ملمون حواليك وفخورين بيك في حالة صبر او حالة تضحية شديدة جدا عند الحوت يعني بالراح على نفسك شوية بالراحة بلاش تضحية بزيادة الناس المش المرتبطين عندهم بداية عائلة جديدة ان شاء الله شكل ارتباط حيتم الناس المرتبطين ممكن تكون حالتهم العاطفية كويسة في مغامرة في مغامرة انت حتقوم بيها حاجة انت مش متعود تعملها يحوط فيها شوية مجسفة فيها شوية ريزك بس يستاهل ولو ان شاء الله جروتي دي صح ان شاء الله الحاجة اللي انت بتاخد فيها الريزك دي الهدف اللي انت رايح له ده نهايته نجاح وانتصار لتنين انتصار ونجاح ادي القراية حلوة قوي حلوة قوي طيب ايش الحوت يعني ايه ايش الحوت 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 هو برج الحوت حد البروج يعني ما تجرب حلقتني عندها بالزبط امتى هي ايه شايمة يعني البت بساعة كم؟ يوم ويوم بعد ساعة 12 يعني 12 ونص واحدة قلة شوية حاجة كده الحوت في البحر بزبط يا عمر القوس والاسد فيه تفيق وهل في سبب سبب سحي طيب شموخ خلينا نسأل اسئلة التارت الواحد بعد ما نخلص القراءة يا حبيبة قلبي يا روز تجيني الكلام ده من انت عسلية مرسي يا روز يا كوكي انت اللي عسلية ان شاء الله حبيبة قلبي يا سورية بإذن اللي حبيبتي ربعتلك الخير يا رب جمناي حاضر قريب قوي بشكرك جدا يا هشام بزبط عماله زي ما ولاق بتقول كل يعمل لايك وشير كليز لللايب للي عجبه ده الموضوع ده بيتعامني جدا يا جماعة وفعلا بيحسسين ان انا نجحت ايه العرافك انه حينتصر والله يا عمر الكروت اللي انا بشوفها فيها رسائل انا دي الرسالة اللي انا شفتها وان شاء الله تتحقق مش تتمنى تنتصر ان شاء الله شايمة هو الموضوع مش ماشي بدقة فضيعة قوي كده يعني هو زي ما قلت لك يوم اي يوم لا يعني احنا نهاردة الاتنين اللي اتنين اللايب اللي جاه هيبكون يوم الاربع في نفس المعدة بالزبط اوكي مينا ليه كده يا مينا اسبر شوية انت زي ممكن تكون زعلان دلوقتي زي ما هو واضح عندي بس انت عارف لو انت برج الحود احنا مشاعرنا متقلبها شوية وبنصفه بسرعة استنى شوية بلاش تاخد قرار انتصال دلوقتي اه احجار الحود ايوه معتز معنا اهو رحبوا معنا بمعتز احمد معتز موجود معنا في اللايب اه وزود كمان حجر انا كنت نسيه حجر الفيروز وتقريبا ضحجر وفعلا المميز البرج الحود معتز معنا هنا يا جماعة لو حد عنده اي سؤال بليز دي دخل يسأل المجموعة الثانية يا باري هي هي العشرة التانين من الشهر بتاع برج الحود اوكي التور حاضر قريب جدا يا نرمين حبيبت قلبي الامل طبعا موجود وان شاء الله انا شفت القرية حلوة قوي حلوة جدا صباح الفل يا زينب اهلا اهلا حبيبتي ايه صغيرة اللي نزلتي اول امبارح ليه يا صفة في مشكلة في القرية حبيبتي ولا ايه النفسيه حاليا يا حبيبه لو انت من المجموعة الاولى النفسيه مش تمام اوي بس ان شاء الله هتظبط اوي 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 طيب اه اطلع الناس دي ازاي ناس مين يا داليا اه الناس اللي في الخناءة بصي تجاهل اول حاجه احد مثلا بيديكي بقى النصيحه وانتي ليه تعملي كده وانتي زي تعملي كده بترديش هو كده فهم وسلط المسج انك انت مش قبله لاستقبال اي نصيح او اي تدخل في الموضوع ما تاخديش وتدي الجدال هو ده اللي بيفتح المواضيع بمنتهى الزوق والادب صمت بس كده نغة ما شفتش سفر حبيبه قلبي وحط النفسك ودايما مش بس الحوت يا جماعة كلنا لازم دايما انا تعلمت الحكاية دي في حياتي ان ما اسمحش الحد يتعدى الحدود اللي محتو طاله بس كده هنرتاح كلنا ياري هن ده انت اللي منوراني ومنورة اللايب كله اه المايك طيب اصلا عارفة غير المايك كان الصوت بعيد قوي وكان الناس تسمعني بصعوبه وقداني ريزك بفكر فيه مش هيارف لسه هيكون حير ولا لا طيب فادي اللي انا شفته الريزك اللي انت يعني ان انت تاخده ده نهايته كويسه نهايته فيها انتصار وفيها نجاح يعني حياتنا برضه لازم يكون فيها شوية ريزك حتى من نوع يعني يبقى من باب الكسر الملل بهم قصدي ان شاء الله يا رأفة تكون صحيحة باذن الله طيب حسوب الرسال لاني لو قعدتها الرسال ده جات مش مش هقرحات طيب حنتيني بالوقتي القراءة العاطفية لبرد الخوت المرحلة شوف اخبار الخوت ايه المدموعة الاولى عاطفيا اوكي حلوة قوي حلوة قوي اوه بوم 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 حساسية الحوت يا جماعة وانا ما يعيكو على فكرة سبب رئيسي في اسباب تعبوا في حياتهم بجد وسبب مشاكل كتير اوه يعني تزبطوا الدنيا كده الحوت عايز ايه؟ الحوت على وشك ياخد خطوة او قرار او قرار بس خايف من التوابع بتاعطها او انا بقى عايز اقولكو يعني خلينا يعني اقولها صح او خايف ما يقدرش نفسه يعني يعمل حاجه جديده في العلاقاتي عايز يعمل حاجه جديده فيها يصلحها يخلصها عايز يعمل اكشن عايز يعمل حاجه هو تقريبا على وشك ياخد قرار ان هو او يعدل حتى في العلاقات يعمل شوية تعدلات شايف شريكه ازاي؟ شايفه الساحر عنده ادوات كتير قوي او عنده تقريبا اغلب الحاجات اللي هو محتاجها الحاجات اللي هو نفسه تكون في شريكه هو شايفها موجوده في شريكه فعلا او شايفه شخص طموح شخص مبدع يعني شايفه حاجات كويسه جدا والطاقة حلوه جدا الطاقة فيها حظ فيها عجلة حظ بمعنى او انه عارفين الافلات اللي بتحصل بدون سبب بدون سبب كده تلاقي الكابل كده لا هتبتدي الافلة دي تفك القفلة دي هتفك ان شاء الله وفيه تيسير ان شاء الله الحالة فيها تيسر الطاقة كده دلوقتي حاولوا تستغلوها دلوقتي الشريك الشريك نفسه يبتدي عايز يبتدي مرحلة جديدة معاك مش معايحة تاني معاك عايز يعمل صفحة يبتدي صفحة جديدة اوكي يمكن يكون اخطأ جايز يكون شريكك اخطأ ونفسه في حالة هدوء ما بعد العصفة شكل كان فيه عصفة جملة شغالة ونفسه عارفين ده الهدوء اللي ما بعد العصفة شوية هدوء وروحانيات وشوية حمية بقى طيب شريك بقى شايفك ازاي حوت شايفك خايف شايفك ما بتاخدش اي خطوة بس اللي هو مش عارفه ان انت على وشك ان انت تاخد خطوة بس هو شايفك ان انت مبتعمش اي خطوة خالص بتعمش اي حاجة في حب حاسين بحب الفترة دي حاسين بحب كما تخطوة وعازين تدهم البعض دوء يعني عطاء تدهم البعض فيام شئ كان مستخبي حايتعب يمكن كان حاجة تخصش ليكك يحو او حاجة تخصك انت دا دي الاسرار ذكرت الاسرار و buffalo او برضو دي حالة برضو من حالات التدين الشديد جدا اللي هو التوجه لحو الدين جدا زي ما تقولوا انتو من كتر يعني القلم اللي انتو حاسينه من العلاقة اه خلاص رميتو بقى احملكو كلها على ربنا فوضتو امروكم لله خالص ده هيأثر عليكم بالبعد ده مش مش عايزة اقول فرق ما بقتش اقول عليه فرق بارد يعني واخد جمل حوت او شريكو واخد جمل بس هو سايب ورايه سايب وراها كوبات الكوبات دي كلها حب مشاعر حاجات حلوة جدا ليه ليه الحساسية المفرطة اللي عندك يحوت وكمان اه توقعاتك المعاملة بالمثل ان انت زي ما بتعامل تتعامل ده سبب كبير جدا في مشاكلنا العاطفية يعني احنا بنتعامل بطريقة فلازم اه سقف التوقعات ينزل يحوت متدقاش كل حاجة انت بتعمل بحمية وانت بتدي وانت بتسامح وانت بتعمل كل حاجة بس عشان شريكك مبيعملش الحاجات دي قصادها فانت محبط لأ انت بتعمل بطريقتك وهو بتعمل بطريقة فما تتصدمش وما تزعلش ان هو مش بيعملك بنفس الطريقة او بالطريقة المتوقعة اللي انت كنت متوقعها منه ده مش معنان هو ما بيحبكش على فكرة لا بيحبك بيحبك وعايز يكدي معك صفحة جديدة وعايز الدنيا تهدأ ولا بيحبك بيحبك جدا اوكي اللي عنده مشكلة في الصوت يا جماعة يخرج ويدخل تاني حاولوا تتفادوا يا جماعة كارت البعد ده بالعكس قربوا اكتر قربوا من بعض يعني ده بلش منه ملوش لازمه يعني عارفين فيه قريات تانية كنت بشوف فيها مسلا ان الشريك مش سائل اصلا مش شايفك اساسا لأ شريكك حاسس بيك وشايفك وعايز عايز يقرب منك اشتركوا في القناة